اشتركوا في القناة يا لعبتنا كبار يا لعبتنا عظيمة يا لعبتنا رجالة يا جمهورنا كبير المباراة بكرة مباراة جمهور ولعايبة اكتر ما هي مباراة جهاز فني بكتير جدا هو الجمهور هيبقى صاحب الكلمة الاولى انه هو يحفز اللعبة من الدقيقة الاولى للدقيقة الاخيرة ان شاء الله ومن الثانية الاخيرة ان شاء الله عشان يفرح كل مصر كلنا محتاجين نفرح الفرحة فأقدام لعيبة المنتخب طبعا بإذن ربنا وبعد إذنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة هيبقى وصلنا لكاس العالم في روسيا يعني حلم جميل حلم بيتمناه كل مصري زي ما قلتلكوا في الأول كلنا عايزين نفرح وإن شاء الله الفرحة بكرة بإذن الله وأنا متأكد في كرام ربنا علينا لأن ربنا مدينا كل حاجة كل المعطيات الدهانة ربنا يعني النهاردة تمام تحديدا مباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي الحمد لله رب كل الناس نهاردة قد بتشجع غنى يعني شجعنا غنى جماعة رسمنا عالم غنى على وشنا ولولنا نفسنا وطلعنا نتفرج على غنى عشان ندعي لها يعني حسوا بينا شوية إن شاء الله تفرحونا أنا بتكلم عن رجال المنتخب الوطني يفرحونا بكرة إن شاء الله من أول ثانية هيبقى مباراة موت مباراة اللي تقبل الإسمة تماما على اثنين مباراة إن شاء الله تكون في اتجاه وصالح ومصلحة الفريق الوطني المصري بإذن الله بفضل ربنا وإن شاء الله بفضل جمهوره اللي أفراه بكرر وبقول تاني المباراة بكرة مش بتاعت جهاز فني المباراة أي 11 راجل لابسين عالم مصر هينزلوا وراهم ملايين الملايين اللي في الاستاد واللي بره الاستاد واللي على الكافهات واللي في البيوت واللي على الأهوي وعلى المساطب وعلى السطوح كل الناس بكرة إن شاء الله بتقول يا رب ينصر أبطال مصر رجالة مصر المنتخب الوطن إن شاء الله إن شاء الله هيفرحونا بكرة نروح لأخبار ونرجع نتكلم عن مباراة اليوم المباراة غانا وإن شاء الله نتكلم برضو عن مباراة مصر بإذن الله بكرة بإذن الله